بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا والنهاردة إن شاء الله معنا قصة نبوية من قصص السنة المطهرة تبين لنا أن الرحمة من الخلائق تتسبب في رحمة الخالق تعالوا بنا نقرأ هذا الحديث روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي أي بئر يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا فيه صلى الله عليه وسلم أن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم لا تنزع الرحمة إلا من شقي بيقول لنا سيدنا النبي في هذا الموقف غفر لامرأة مومسة يعني ايه؟ يعني امرأة عاهرة امرأة زانية ربنا يعافينا وإياكم ويتوب على العصاه والزناه اللهم أمين يا رب غفر لامرأة مومسة المرأة دي مشي في يوم اشتد بها العطش فوجدت بئرا أو ركي فنزلت المرأة وشربت من هذا البئر فلما شربت وخرجت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش كلب اشتد به العطش فالمرأة قالت في نفسها هذا الكلب يلهث من شدة العطش يجد كالذي كنت أجد وهي عطشانة فنزلت المرأة وملأت خفها اللي هو نعلاها يعني وأوثقته بخمارها ربطته بالطرحة بتاعتها أو بالخمار بتاعها ثم خرجت فسقت الكلبا فشكر الله لها صانعها فغفر لها بذلك في روية تانية فغفر لها فأدخلها الجنة العلماء يعلقوا على هذا الحديث يقولوا إيه إذا كانت الرحمة بالكلاب غفرت الخطايا للبغايا فما بالنا بمن وحد رب البرايا إذا كانت المرأة مومس العاهرة الزانية العاصية غفر الله لها لرحمتها بكلب يلهث من شدة العطش فما بالنا بمن قال يا رب تب علي وسامحني ما بالنا بمن طلب الرحمة من مولاه من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن لا تنزع الرحمة إلا من شقي اللي بيجيب كلب يعزبه ويجوعه ويموته اللي بيجيب قطة ويعزبها ويموتها خد بالك ستحاسب بين يدي الله في كل ذات كبد رطبات أجر تقو الله في البهائم المعجمة سيدنا النبي علمنا كده نحن نتق الله سبحانه وتعالى في هذه البهائم لا نعذبها لا نكلفها فوق طاقتها فبيعلمنا سيدنا النبي من هذا الحديث إن نحن يبقى عندنا رحمة إن القلوب ما تبقى شقاسية قلوب تبقى رحيمة لأن من رحم الخلائق رحمه الخالق سبحانه وتعالى فربنا يرحمنا وإياكم برحمته اللهم أمين